عقد الرئيس عبدالفتح السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأنجولي جيواو لورينسو وخلال المؤتمر قال الرئيس السيسي إن محادثاته مع الرئيس الأنجولية تطرقت إلى دعم التعاون في جميع المجالات ولسيما الاقتصاد والزرع ومكافحة الإرهاب وأضاف الرئيس عبدالفتح السيسي بأن مصر على استعداد للتعاون مع أنجولا من خلال اللجنة الاستثمارية في البلدين مشيرا إلى الخبرة الواسعة للشركات المصرية خاصة في مشاريع البنية الأساسية تحدثت مع فخمت الرئيس على المستوى السنائي في الموضوعات زي ما فخمت الرئيس ذكرها على كيفية تطوير العلاقات في المجالات المختلفة بين البلدين وتحدثت أيضا عن تبادل الخبرات والتعاون في المجالات المختلفة ومنها زي ما ذكر هو كيفية تطوير التعاون في المجال التجاري ومجال الاقتصادي ومجال الثقافة والسياحة وأيضا حتى المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب وأيضا الفرص الموجودة سواء كانت في مصر أو في أنجولا للمستثمرين وأنا يمكن تحدثت مع فخمت الرئيس على تجربتنا في إنشاء المدن وأننا لدينا أكتر من خمس تلاف شركة مصرية تعمل في كل المجالات اللي ممكن تكون مطلوبة في مجال البنية الأساسية في الطاقة في الزراعة بصراحة يعني يمكن الخبرة اللي اكتسبناها خلال السبع سنوات وإحنا يمكن هنشأنا بجانب العاصمة ما يقرب من 24 مدينة أيضا وكلها من مدن الجيل الجديد اللي احنا مستعدين أن احنا نتعاون مع عشقائنا هنا في أنجولا في هذا المجال ونشجع المستثمرين المصريين اللي هم بالفعل بدأوا يبقى ليهم استثمراتهم وليهم عملهم في أنجولا وبقول إن احنا من خلال اللجنة المشتركة حيبا فيه فرصة أيضا أو فرصة أكبر إن احنا ننسق ونجهز موضوعات تراطي قوة دفع كبيرة جدا للعلاقات بين البلدين